بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلب الأعزاء سنة الرابعة متوسط ها قد عدنا من جديد لتكملة درسنا السابق وهو على القاسم المشترك الأكبر بعدما شفنا تعريف القاسم المشترك الأكبر وشفنا نتائج القاسم المشترك الأكبر وشفنا بعض الخصائص اليوم ما جب لكم طريقة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر إذن هناك طريقتين لحساب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين إذن ركزوا معي إذن أنا حمد لكم بالشرح المفصل الطريقة الأولى والطريقة الثانية ما عليكم إلا أن تستعملوا الطريقة لتوالبكم طريقة اللي تجيكم أسهل إذن هناك طريقتين قلت إذن هناك خوارزمية عملية الطرح المتتالية بعملية الطرح هناك طريقة أخرى وهي خوارزمية إقليدس خوارزمية إقليدس خوارزمية إقليدس هي استعمال القسمة الإقليدية إذن ما عليكم إلا اختيار الطريقة التي تولمكم إذن فلنبدأ على بركة الله في الطريقة الأولى الطريقة الأولى جبت لكم مثال تطبيقي مباشرة نطبق على الأعداد مباشرة لكي تجيكم طريقة أسهل إذن السؤال يقول أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين العددين هما مئة وثمانية وستين وسبعين إذن قلنا في السابق أن القاسم المشترك الأكبر يرمز له الأكبر للعددين يرمز له بالحروف الفرنسية إذن نبدأ على بركة الله في الطريقة إذن عملية الطرحة المتتالية هي كالتالي دائما القاعدة تقول العدد الكبير ناقص العدد الصغير إذن نبدأ على بركة الله إذن العدد الكبير هو مئة وثمانية وستين ناقص بعيد موش يمجلي يمجلي بكي تديروا الطرح مئة وثمانية وستين ناقص بعيد يمجلكم مانية وثمانية إذن نكتب النتيجة مانية وثمانية ثم ركزوا معها دائما قلت لكم القاعدة تقول عملية الطرحة المتتالية دائما نطرح العدد الكبير من العدد الصغير ونتابع في العمليات إلى غاية أن نصل إلى السفر إذن نركزوا معايا هنا أين هو العدد الكبير هنا بالنسبة هنا نستثني مئة وثمانية وستين إذن نقارن بين الحاصل وهنا العدد هذا دائما نقارن بين العدد هذا إذن العدد الكبير بينicle Las Vegas 28 و70 هو 80 إذن رح نطرح 80 من 70 دائما إذن أو SPEAK إذن نقص 70 وش يعطي إنا أح perceber arning 20 لكي обошل 24 28 28 28 ثم نفس الشيء نطرح العدد الكبير من العدد الصغير دائما فيما يخص فقط هذا الجهة نقرن الأعدد يعني ما ندوش هذا العدد الأول إذا نكتب إذا هنا ستخرج لي 70 ناقص 28 تساوي ستساوي لي 42 نتابع العملية إذا نتابع إذا دائما قلت ندير الفرق بين هذا العددين دائما هذا العدد مع هذا العدد ولكن سندير دائما الكبير ناقص الصغير ركزوا معي إذا الكبير هو 42 ناقص 28 و رح يمدلي 14 نفس الشيء عفوا رح ندير 42 لأنه هو أربع أول ناقص 20 نفس الشيء رح ندير 28 ناقص 14 ناقص ناقص لأنه ممكن لا نقول لكم هذا ناقص هذا دائما لا يعني الحاصل ناقص هذا لا ممكن يكون الحاصل أصغر من هذا العدد إذا وش ندير هنا ندير 28 ناقص راني لأنني فراثني في أعداد طبيعية إذا 28 ناقص 14 ش حالت مدلي 14 نفس الشيء إذا 14 ناقص 14 ش حالت مدلي 14 ناقص 14 ش حالت مدلي مدلي السفر وش قلنا في القاعدة ندير عمليات الطرح المتتالية إلى غاية نجد السفر عندما نجد السفر فإن القاعدة تقول فإن القاسم المشترك الأكبر هو آخر باقي غير معدوم هنا آخر باقي غير معدوم هو 14 إذا منه البيجي سيدي العددين هو 14 نكتب ذلك إذا قلت القاسم المشترك الأكبر من العددين 168 و 70 هو 14 ممكن كتابته بعبارة أخرى بي جي سي دي 168.70 هو 14 هذه بالنسبة للطريقة طريقة خوارزمية الطرح المتتالية إذا أتمنى أنكم فهمتوا دائما تجدوا أكبر عدد نقص أصغر عدد ثم نهتم دائما بالعددين هذو ندير طرحهما إلى غاية باقي معدوم ثم نأخذ القاسم المشترك الأكبر آخر باقي غير معدوم أتمنى أن هذه الطريقة فهمتوها ننطلق على بركة الله للطريقة الثانية الطريقة الثانية وهي تسمى الطريقة الثانية خوارزمية إقليدس إذا نركزوا معي إذا نفس المثال فقط بشتفهم الطريقة فقط إذا سؤال دائما يقول أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 168 و 70 هنا موش راح نستعمل نستعمل عملية القسمة يعني نستعمل القسمة الإقليدية اللي شرحتها من قبل إذا موش راح ندير نفس الشي راح نأخذ العدد الكبير تقسيم العدد السابع فلنبدأ على بركة الله إذا نركزوا معي إذا ندير 168 تقسيم 70 إذا 168 تقسيم 70 راح تغطينا العدد 2 2 في 70 يعطي لنا 140 ثم نطرح 168 نقص 140 شحال تمدلي تمدلي 8 نقص 0 8 و 4 نقص 6 نقص 4 هي 2 إذا تمدلي 28 ثم نقسم القاسم على الباقي هذه هي القسمة الإقليدية اللي شرحتها من قبل إذا 70 على 28 شحال تمدلي 2 2 في 28 مدلي 56 70 نقص 56 شحال تمدلي 14 ثم نقسم دائما نتابع عمليات القسمة نقسم القاسم على الباقي ثم 28 28 على 14 نتحصل على ركزوا معي نتحصل على 2 2 في 14 28 28 نقص 28 تساوي السفر ثم ثم ما هو القاسم المشترك الأكبر إذا هو آخر دائما نفس القاعدة آخر باقي غير معدوم هنا البواقرة هي في هذا الإتيجة إذا الباقي المعدوم هو ليك ثم آخر باقي غير معدوم هو 14 اخذينا نفس المثال كي نشغل عن طريقة القسمة الإقليدية كي نستخرج قاسم المشترك الأكبر أكثر المشتركة الأكبر في شيء مهم هو لإيجاد القواسم المشتركة للعددين 168 و 70 ممكن استعمال القاسم المشتركة الأكبر للعددين هذي وذلك بإيجاد كل قواسم المشتركة الأكبر ننشرح لكم ما معنتها معنتها مثلاً إذا أمدلكم السؤال يقول لكم السؤال أوجد القواسم المشتركة للعددين 168 و 70 وش أحدهم راح تلقاوا أولا القاسم المشترك الأكبر للعددين اللي لقيناه من قبل مثلا دابه معي احنا لقينا القاسم المشترك الأكبر للعددين 168 و 70 شحل قلنا يساوي 14 والسؤال يطلب ما هي القواسم المشتركة بين 168 و 70 احنا وش راح ندير ممكن استعمال القاسم المشترك الأكبر للعددين يعني نلقاوا القاسم المشترك الأكبر للعددين اللي هو 14 ثم نحسب قواسم 14 وقواسم 14 هي القواسم المشتركة للعددين هنا مثلا ما هي القواسم قواسم 14 قواسم 14 هي أولا واحد كما قلت ودائما تبدأوا بالواحد ثانيا ثنين يقسم 14 إذن نكتب ثنين ثم القاسم الثالث هو سبعة سبعة في ثنين 14 وأخيرا 14 يعني العدد نفسه إذن واش تلاحظوا ما هذه المجموعة هي القواسم المشتركة لـ 168 وسبعين أتمنى أن الفكرة واضحة يعني بعبارة أخرى كي تطلبوا منكم إيجاد قواسم مشتركة للعددين وصح تديروا عوضا ما تدلقاوا القواسم المشتركة للعدد الأول ثم قواسم المشتركة للعدد الثاني ثم تديروا تقطعهما واش تديروا فقط تحسبوا القاسم المشتركة الأكبر للعددين ثم تلقاوا له هذا العدد تحسبوا له القواسم التعوي أتمنى أن الفكرة واضحة للجميع وإن شاء الله في الفيديو القادم رح نجيب لكم تمارينات متنوعة على القواسم على القاسم المشتركة الأكبر على الأعداد الأولية رح نستعملكم هذه الطريقة إن شاء الله أتمنى أن شرحي مفهوم للجميع وبهذا ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة